طيب تعالوا نكمل في مقاطع زي ما كنا بنقول أو جوانب من كلمة فخامة الرئيس عبدالفتح السيسي جزء من اللي تكلم فيه الرئيس هو مسألة اللي بتقوم به الشرطة المصرية أبناء الشرطة المصرية أبناء الشرطة المصرية على اختلاف الرتبة وعلى اختلاف المهمة الكل يقوم على حفظ أمن واستقرار الوطن يحاربوا الإرهاب البغيض الذي يكاد والحمد لله والشكر الله والفضل لربنا أولا ثم لشرطتنا وجيشنا لو لا الناس دول كانت مصر بقت حاجة تانية للأسف ما كناش نحب نشوفها كده آه والله بس الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى قدر والطف ده أفضل وخير دليل على إنه بتعبير الرئيس معين هذه الأمة لا ينضب أبدا أرضها الطيبة بتفيد دايما بالخير خلونا نشوف الرئيس آل إيه ونعيد السبع مرة تانية بس إحنا مش هنسمع بس بودانا نسمع بودانا عقلنا وقلبنا وتحية أيضا مملوئة بأسمى آيات التقدير والاعتزاز إلى أرواح الشهداء تلك الشموع المضيئة التي اختارت الخلود في السماء على البقاء في الأرض وإلى أسرهم التي عانت وتحملت فراقهم من أجل الهدف الأعظم وهو بقاء مصر مرفوعة الرأس ولكن تبقى مصر هكذا ولكي تبقى مصر هكذا لابد أن نستحضر الروح التي بثها فينا أبناء الوطن الشرفاء شكرا